ينضم علينا من بيروت دكتور أحمد عبدالهادي ممثل حركة حماس في لبنان دكتور بداية الإعلان عن بعض الإعفاءات للاجئ الفلسطيني من قبل وزير العمل هل ينهي الأزمة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الأمر لا يتعلق بالإجازات وإعفاءات وتسهيلات لها علاقة بهذه الإجازات الأمر يتعلق بالأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التي يتمتع فيها اللاجئ الفلسطيني كون لاجئ وهذه خصوصية استثنائية يقرها القانون اللبناني في كل أدبياته وأيضا متفق عليها كل من هو مسؤول في لبنان المشكلة أن وزير العمل عندما بدأ حملته لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصية وبدأ يتعامل مع اللاجئ الفلسطيني ملاحقا إياه بالإجازة كباقي الأجانب الموجودين في البلد وهنا كانت تكمن المشكلة وهذا هو السبب احتجاج اللاجئين الفلسطينيين رأى اللاجئون الفلسطينيون بأنه بهذا القرار وبهذه الإجراءات وبملاحقة الفلسطيني للحصول على إجازة العمل هنا الفلسطيني لن يعمل شيئا وبالتالي إذا كان هناك بعض من روح فيه لا بد أن يموت بهذه الإجراءات فالمسألة ليست مسألة إجازة عمل وإنما المسألة وتسهيلات لأن المسألة تتعلق بخصوصية اللاجئ الفلسطيني الذي يقرها الجميع وقد أقرها ممثلون أحزاب اللبنانية السبعة في حماس كيف تتحركون من أجل حل هذه الأزمة أيضا هناك محظورات كثيرة تحيط باللاجئ الفلسطيني ليست فقط بقانون العمل هل سيتم أيضا مناقشتها أم التركيز على هذه النقطة فقط حركة حماس لا تقارب هذه القضايا لوحدها لذلك ليس لدينا رؤية كحماس لوحدنا هناك إطار فلسطيني جامع يضم كل الفصائل الفلسطينية في لبنان دون استثناء فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل تحالف القوى الفلسطينية يجتمعون في إطار هيئة العمل الفلسطيني المشترك وقد اجتمعوا بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل وحددوا رؤية وهدفا واضحا نحن فلسطينيون لاجئون في البلد لا نريد إجازة لأن الإجازة هي فقط للأجانب ونحن لسنا أجانب وبالتالي مقاربة الكل الفلسطيني لهذه القضية تنطلق من هذه المسألة واليوم عندما أثير الموضوع في المجلس النيابي كان القرار واضحا لدى المسؤولين اللبنانيين الطلب من وزير العمل بأن يعلن بأنه سيتراجع ويوقف هذه الإجراءات لصالح مزيد من الحوار اللبناني الفلسطيني وقد بدأ بالمناسبة برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وذهبنا بوفد فلسطيني موحد ليست حماس وليست الجهاد هل تم التنسيق مع مبعوث؟ وبالتالي الموضوع الفلسطيني موحد ويسعى إلى الوصول إلى العيش بكرامة للاجئ الفلسطيني وبالتالي دكتور هذا يعني أنه تم التنسيق مع مبعوث الرئاسة الفلسطينية؟ مبعوث الرئاسة الفلسطينية جاء بعد مستوى القضية وكان هناك تدخلات لبنانية مشكورة من جميع من يحرص على اللجوء الفلسطيني في لبنان ومن يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية وهي أن الفلسطينيين لاجئين وجاء أيضا بعد أن قام أبناء شعبنا باحتجاجات سلمية حضارية لم تخل بالأمن في المخيمات والجوار وبعد أن تدخل المسؤولون اللبنانيون وخصوصا اليوم في المجلس النيابي وأخذوا قرارا بضرورة توقيف هذه الإجراءات وإحالة الأمر إلى الحكومة اللبنانية لتبت فيها ليس فقط وفق بعض القرارات المأخوذة هنا وهناك وقد تعتبر رسمية وإنما أخذ بعين الاعتبار أولا الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئ وتانيا السياق الذي أخذ به هذا القرار وهو السياق يتم فيه تنفيذ صفقة القرن والجميع متخوف منها ولذلك كان هناك حذر لبناني قبل أن يكون هناك حذر فلسطيني شكرا جزيلا لكم من بيروت دكتور أحمد عبدالهادي ممثل حركة حماس في لبنان موسيقى اشتركوا في القناة